بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى متنوعة ومختلفة فيها الكثير من الفوائد المتعلقة بأبواب العلوم الشرعية وما يعرض للإنسان في هذه الحياة والأسئلة التي ترد منكم كثيرة لا نستطيع أن نستوعبها كاملة في هذه الحلقة ولا في الحلقات القادمة وإنما نحاول أن نسدد ونقارب وأن نختار الأسئلة العاجلة في العادة وكذلك الأسئلة التي ليست متكررة في حلقات سابقة ومع ذلك فإن كل الأسئلة ستحظى بحول الله تعالى بقدر كاف من الإجابة إن لم يكن في رمضان فبعده لأنها مادة علمية ستكون بإذن الله تعالى ثراء كبيرا للباحثين في هذه العلوم وللراغبين في معرفة الفتاة ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة رقمنا الذي نستقبلكم عليه عادة 00968 وهذا مفتيع السلطنة 24954611 مرة أخرى 2-4-9-5-4-6-1-1 فأهلنا مرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وأحيى الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيد آمين يا رب العالمين لنبدأ بهذا السؤال الضريف والذي لم يعد ضريفا الآن لأنه فرض نفسه في السوق ما يتعلق بسؤال الأخ سليمان الحسني هناك الآن صابون من مشتقات حليب الحمير يسأل عن حليب الحمير ومدى مشروعيته وقوازه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم أما بعد فإن جمهور العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية على أن لبن الأتان والأتان هي أنثى الحمير أنه حرام تبعا للحم نعم فإن لحوم الحمر وهي ما يعرف بالحمر الأهلية نعم محرمة بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الحمر الأهلية وبإشارات في كتاب الله عز وجل حينما ذكر الحمير ذكر الغاية منها فقال وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً نعم و من أجل ذلك فإن جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يرون حرمة لبن الأتان و منهم من أتبع ذلك القول بنجاسته تبعا لقاعدة عند طائفة منهم أن الحرمة تعني النجاسة و منهم من وقف دون أن يقول بالنجاسة و لكنه يرى الحرمة و هذا هو القول الأقرب إلى الصواب و بالرغم من ذلك فقد وجدت أقوال لبعض التابعين و سار عليها بعض العلماء يرون فيها حل لبن الأتان نعم فينسب إلى الإمام جابر بن زيد نعم أنه لم يرى بأسا بلبن الأتان كما هو في آثار الإمام الربيع بن حبيب و قال بمثل قوله أيضا عطاء و طاووس و طائفة من التابعين و أخذ من ذلك بعض أصحاب المذاهب القول بالكراها فلم يبلغ حد القول بالحرمة و إنما رأوا الكراها لكن الصحيح هو ما تقدم من الحرمة هل يمكن أن يكون ذلك مباحا في حالة الاضطرار هذه مسألة أخرى أما في حالة السعة و الاختيار فالحكم هو ما تقدم لكنهم أيضا ناقشوا ما يتعلق بإمكان أن يباح ذلك إن ثبت أنه يمكن أن يكون وسيلة للتداوي نعم و إثبات ذلك مسألة طبية و الأصل الشرعي هو حرمة التداوي بالمحرم إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يوجد عندها بديل من دواء آخر إذن في مثل هذه الصورة المسؤول عنها الحال لا شك أوضح لأنه لا يسأل عن تداوي في مرض عضال لا يوجد له دواء آخر و إنما يسأل عن بعض مشتقات التجميل أو التنظف الصوابين و ما أشبهها فمن أجل ذلك تكون هذه المواد مجتملة على ما هو محرم فلا يصح استعمالها و لا الانتفاع بها و الله تعالى أعلم إذن أنتم تذهبون إلى القول بالحرمة قول الجمهور أكثر إقناعا نعم نعم جميل نأخذ بعض الأسئلة التي كثرت أيضا عندنا من الإخوة الأكارم يقول و إن كان هذا تكرر كثيرا و لكن حاجة الناس إلى معرفته خاصة في شهر رمضان كثيرة ما يتعلق بالزكاة المزكي أخ حمد الشعيلي يسأل ذكر فضيلة الشيخ الدكتور في أحد البرامج أن المزكي يخرج ما عليه من التزامات حين إخراجه للزكاة السؤال ما المقصود بالالتزامات هل يدخل من ضمنها الإجار للمنزل والأقصاط والدين نعم يقصد بالالتزامات أي المغارم الحالة التي يجب عليه الوفاء بها فإنه في هذه الحالة يطرحها ثم بعد ذلك ينظر في الباقي و هو الذي يزكي نعم فإن كان مطالبا بأداء هذه النفقات و الوفاء بهذه الالتزامات المالية في ذمته الواجبة عليه في ذمته فإنه يؤديها ثم يخرج الزكاة نعم أما الحقوق المالية التي عليه لكنه موسع له فيها مؤجلة و منسأة أو لم يحن وقت أدائها بعد و لا يعتزم هو أن يتخلص منها بالأداء لأنه إن نوى ذلك فعليه أن يبادر و أداء الدين أولى لكن إن كان منسأ له في أدائها فلا مطالبة عليه بأن يؤدي الذي عليه فإنه في هذه الحالة يحسب كل ما لديه من أموال و يزكيها و الله تعالى أعلم هنا سؤال مشابه سنلخصه الزكاة و ماله تصل يقول إلى 1790 ريالا إلى 1090 ريالا لكنه دخل في مشروع مع الشركة يدفع لها كل سنة 5000 ريال عماني ففي هذه الحالة هل يخرج زكاته أم يضمها إلى الأقصاط الذي يدفعه إلى الشركة يعني الذي يفهم حينما يقول بأن مقدار زكاته أي أن هذا المقدار المخرج هذا المقدار الواجب عليه أن يخرجه أو هذا المقدار الذي سيزكيه لا في نهاية العام هذا المقدار الذي سيخرجه المقدار الواجب عليه إخراجه و لكن في نفس الوقت يدفع أيضا قسطا سنويا يصادف أن عليه أن يؤدي هذا القسط قبل أو إبان إخراء موعد حولان الحول طيب سيخرج مقدار هذا القسط من رأس المال المزكى و بعد ذلك ينظر في الباقي هو الذي يزكيه إن كان القسط سيؤديه في نفس الوقت يغتفر في اليوم و اليومين كما يقول الفقهاء بل فيما هو أكثر من ذلك طالما أنه يصادف نفس وقت إخراجه لزكاته و أن عليه أن يؤدي هذا الحق فهو مطالب به ليطرح من جملة المال المزكى ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر من الباقي و الله تعالى هنا سؤال سنعيد الصياغة و حتى لا يكون دعوة لأنكم في كثير من الأحيان تتقنبون الإفتاء فيما يتوهم أنه دعوة هذا السؤال إذا كان وكيل المسجد أبرم عقدا لكنه شفهي مع مستأجر لمحل تجاري بمبلغ أربعمائة ريال مثلا لكن جاءه شخص آخر قدم مبلغا أكثر نعم فهنا أمام هذا المبلغ الزائد و أمام الذم أو الوعد الذي أعطاه لذلك الرجل أيهما يقدر ينظر فيما يحقق مصلحة أعظم للوقف نعم فمال الوقف كمال اليتيم و الله عز وجل يقول عن أموال اليتامة يسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير بل إن أهل العلم يرون أن أموال الأوقاف أشد من أموال اليتامة و ذلك لأن اليتيم قد يكون له قريب أو ولي يسعى في حقه و يدافع عنه و يحصل له على حقوقه أما الوقف فقد لا يوجد له أحد يحتسب ليحفظ له حقوقه و ليصون له أصوله و ليعظم له منافعه نعم فعلى وكيل الوقف الناظر أن ينظر في ما هو أصلح للوقف قد يكون الصلاح في عظم العوائد لكنه إن كان قد جرب مع بعض المستأجرين و وجد أنهم يماطلون و أنهم يمكن أن يحدثوا في الأصل من الخلل و الفساد ما يستهلك قدرا كبيرا من العوائد فآثر أن يؤجر بسعر أقل لغيرهم من المستأجرين لكنهم يتسمون بالوفاء و حفظ الأصل و صيانته و الالتزام بالأداء فهذه مصلحة معتبرة شرعا و إلا فالأصل أن يختار للوقف ما هو أعظم غلة و تعظيم العوائد في الوقف في ظاهر الحال إنما يقوم بمن يدفع أكثر لكن لا يمكن إهمال باقي الأوصاف و الشروط لا سيما من جرب الوكالة في الأوقاف و الله تعالى أعلم سؤال آخر في ظل هذا المرض السائل يقول الذي منع الاختلاط و أداء بعض الشعائر مثل صلاة الميت و شهود مراسم الدفن بما فيها من الأجر العظيم هل يمكن للإنسان أن يصلي صلاة الغائب في بيته؟ أولا لا بد من التعليق على مقدمة السؤال صحيح أن هذه الظروف منعت اجتماع العدد الكبير من الناس للقيام بهذه الحقوق من التغسيل و التكفيل و أداء الصلاة ثم الدفن لكنها لم تمنع مطلقا فسيقتصر الأمر فقط على الأقارب و العدد الذي يقوم به أداء هذه الحقوق الواجبة للميت مع الأخذ بالاحترازات المطلوبة منهم عند التغسيل و عند أداء الصلاة و عند الدفن بعد ذلك فهذا فقط مجرد تعليق على صدر السؤال و أظن هذا الذي يقصده السائل بارك الله فيه أن يقصد أنها منعت من اجتماع الناس لأداء هذه الحقوق كما كان سابقا نعم و من أدائها على النحو الأكمل على الوجه الأكمل فمن أجل ذلك نعم لا مانع من أداء صلاة الغائب و لو كان ذلك في البيوت و هذا في مختلف الأحوال حتى في غير هذه الظروف القاهرة الآن فإن الصحيح أن أداء صلاة الغائب على ميت من موتى المسلمين من الصلحاء الأتقياء الذين يشهد لهم بحسن السيرة أن ذلك مشروع فهو من الدعاء للميت و من القيام ببعض حقوقه فلا مانع من ذلك أبدا و الله تعالى أعلم لدينا سؤال هنا لا أدري إذا كان سيحتاج وقتا كبيرا و لكنه ضروري و بعده نخرج بفاصل إن شاء الله و تعالى نبدأ في استقبال أو قبلها نستقبل المكالمات لأخ محمد البرياني من الجزائر يقول قال الله تعالى و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله و قد جاءكم بالبينات من ربكم و إن يكوا كاذبا فعليه كذبه و إن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذا تبادر إلى ذهني و هو يسمع الإمام يقرأ هذه الآية يقول تساؤل عن بناء العقيدة على الاحتياط لا على القطع نرجو من شيخنا الإفادة في هذا الموضوع ربما أشار إلى قوله إن يكوا كاذبا و أن يكوا صادقا لا هذا ليس بناء للعقيدة على سبيل على غير سبيل القطع و اليقين و إنما هذا كان من مؤمن آل فرعون دفاعا عن موسى عليه السلام بإقامة الحجة على من أراد العدوان عليه بقتله من فرعون و ملأه بأن وجود موسى فيهم لا يضرهم شيئا فيقنعهم بالمحاجة و بما يمكن لهم أن يلتفتوا إليه من البراهين أنه لا مضرة من إبقاء موسى عليه السلام حيا فهو إن كان كاذبا فكذبه سيعود عليه بالضر و بافتضاح أمره و إنكشاف كذبه عند الناس فستسقط حينئذ سيرته و ستسقط دعوته و إن كان صادقا يقول لهم فإنه إن كان صادقا فإن موقفكم منه هو الذي سيحدد النتيجة فلماذا تقتلونه؟ إذن لم يبني عقيدته هو من هذا الموقف و مؤمن آل فرعون نجد ذكره في كتاب الله عز وجل بثناء عاطر و سيرة هي أشبه ما تكون هي أشبه ما تكون بسير من اصطفاهم الله عز وجل من الأئمة و الشهداء في تاريخ المؤمنين فلا يمكن أن يقال بأنه بنى عقيدة بناء على هذا فهو كان في محاجة لفرعون و ملائه يقيم عليهم الحجة و يدافع عن موسى عليه السلام و انتصب مدافعا محاميا رادا أو محاولا أن يدرأ عنه القتل بمثل هذه المحاورة و بنصب مثل هذه المناظرات معهم عسى أن يحدث ذلك فيهم أثرا فهو يرشدهم إلى المصالح المتوخاة من إبقائه و إلى انتفاء الضرر من إبقائه حيا فليس فيها ما يشير إليه مما توارد إلى ذهنه و الله تعالى أعلم و كأنه يطالب له بمساحة من الحرية في ممارسة عباده و جعوة إلى ما يتقل هو يريد أن يستبقي حياته فضلا عن المساحة الآن يريد أن يستبقي حياته و مع ذلك حتى من أجل دفع هذا الظلم و البغي عنه فإنه كان يحاورهم محاورة العقل و المنطق و بيان ما يمكن أن يتحقق لهم من مصلحة حينما يكفون عن أذيته و قتله نأخذ مكالمات محمد مزروعي نعم محمد السلام عليكم و عليكم السلام و الله و بركاته بارك الله الله يحفظ كميعا يا رب تفضل الله يبارك فيك لا تفضلك يا شيخ أنا عندي سؤال طبيعة عملي تنعطي أني أعزف آلة موسيقية للمسؤولين نعم و ينطلب عليه هذا الشيء في رمضان فلا ما أستطيع أن أرفضه لأنها طبيعة عملي هل يجوز هذا الشيء أو لا نعم ما حكم طيب شكرا لك سؤال الثاني في رابط يوجد فيه طرعان لتم نشرف واتسابه ليكون صدق جاري عن الميت نعم هل يجوز هذا الشيء فما حكمه هل يجوز أو يفيد الميت طيب إن شاء الله الأخ محمد شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك عبد الله العبري الأخ عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام الله بركاته دكتور سيف كبير حال الله يحفظك الحمد لله شكرا لك كبير حال طيب حياكم الله بارك الله الله يبارك فيك من جميع إن شاء الله فضل أخ عبد الله دكتور سيف سؤالي بخصوص إذا الشخص مثلا قال القورة أو زميل مثلا قابل أغراب من السوق يعني سوق له وعطاه مبلغ فقه هو سوق له وقابله لأغراب ومبلغ زاد يعني عنده فبغير يرقعه فهذا صح مبلغ حلف قال والله أنا ما أخذه وهذا الشخص قال أنا والله العظو ونأخذه مزين فما بحكم ما بينهم يعني هذا حلف وهذا حلف له طيب سواء مبلغ أو مثلا في حاجة يتعزم عليها وهذا كثير منه تبقيت وصيف يعني سمع واقع واضح فبقيت فبقيت فكيف عن هذا يكون عاد طيب إن شاء الله ما يهمك شكرا وبرك الله الله يحفظك شكرا قزيلا لأغسيف العوفي نعم السلام عليكم شيخ سيف وعليكم السلام فضيط الشيخ كهلان كيف حالكم الحمد لله لأغسيف بارك الله فيك الله يحفظك لأغسيف لدي سؤالين دكتور لو تكرمتم سؤالي رجل كبير في السن ومقعد ولا يستطيع الذهاب عزكم الله إلى دورات المياه فهل يجزئ وضوء واحي لصلاتين علما بأنه لا يقد من يحضر له الماء في كل حين وآخر طيب سؤالي الثاني من فرط في صلواته وتاب ورجع إلى الله وأراد قضاءهن فهل يقضي معهن السنن أم يقضي الفرائض طيب وكذلك من دهمه الشك لبطلان وضياء بعض الصلوات فهل يقضيهن فرائض أم نوافل وهل يكون ذلك مع كل صلاة طيب إن شاء الله شكرا لك تكلمنا عن هذا بالأمس أظن مشكور لأغسيف الله يبارك فيك أخي قاسم الله يبارك فيك أهلا بك الله يبارك فيك مسؤالي قبل مدة من الزمن يعني أنشأت مركزاً صيفياً وجمعت لهم موالاً من الطلبة وغيرهم نعم وبقي معي مالاً وبعض الهدايا فأين أسأل عن الصرف علم أن لا توجد يعني في الحال لقامتي مرة أخرى يعني أنت جمعت المبالغ أولاً من الطلبة لأي غرض للمركز لأمور المركز طيب والآن لا توجد المراكز ولا تدري كيف تتصرف معها صحيح؟ نعم طيب إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك شكراً جزيلاً الله يحفظك نخرج بفاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله أهلاً ومرحباً لكم عبد الحليم المنصور لديه سؤال من الأسئلة المشروعة لكل قارئ لذكر الحكيم سر ترتيب الموضوعات في السور فلو جئنا مثلاً لآيات الصيام ما السر في جعلها ضمن سورة البقرة التي حكت لنا أخباراً طويلة عن بني إسرائيل وما السر في جعل آيات الصيام بين آيات الوصية وآيات الحج فهل لهذه القضية محل من النظر والاعتبار في قاموس التدبر الجواب نعم لها محل كبير في التدبر والنظر في كتاب الله عز وجل وهو أمر مشروع كما تفضل هو في مقدمة سؤاله فإن النظر إلى الموضوعات في السورة الواحدة والروابط بين هذه الموضوعات و ما يتصل ب ما يعرف ب انتظام سور القرآن الكريم سورة سورة و داخل السورة الواحدة فلا يقف الأمر عند ما يتصل ب السورة الواحدة و بنائها من حيث الموضوعات فيها و حكم ترتيب هذه الموضوعات و العلاقات التي تكون بينها بل الصحيح أن هناك انتظاما بين السور نفسها بين بداياتها و نهاياتها و بين خواتيم سورة و فواتح السورة التي تأتي بعدها و هكذا في كل القرآن ف وهذا الباب تعرض له المفسرون منذ المفسرين الأوائل فلن أضع نفسي الآن في موضع الجواب عن ما أشاره إليه على سبيل التمثيل فيما يتعلق ب آيات الصيام في سورة البقرة بعد الحديث عن بني إسرائيل ثم الحديث عن الجهاد و الحديث عن الحج لكني سأذكر بعض المراجع التي تعين في هذا الباب أولا هذا الفن نفسه يسمى نظام القرآن و بعضهم يقول نظم القرآن يوجد عند كثير من المفسرين من المتقدمين و المتأخرين في تفاسيرهم في بطون تفاسيرهم يتعرضون له منذ الإمام الطبري و الإمام القرطبي و عند أبي حاتم هذه التفاسير الموسعة و عن الإمام الرازي هذه التفاسير الموسعة فيها قدر كبير مما يشفي الغليل قد لا يكون الوصول إليه سهلا لكنه موجود من المفسرين الكبار المتأخرين الذين أيضا عمدوا إلى الالتفات إلى هذه المعاني و الروابط بين الموضوعات في السورة الواحدة و بين السور بين سور القرآن الكريم صاحب التحرير و التنوير العلامة الطاهر بن عاشور و كان نظره أدق و أعمق و أيضا يسهل التعرف على هذه المواضع في تفسيره نعم كذلك تفسير المنار للعلامة السيد رشيد رضا إلا أنه لم يكتمل وقف في سورة يوسف عند قول الله تبارك و تعالى قال ما خطبكُنَّ إِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ حاول الإمام المراغي أن يسلك هذا المسلك مسلك الإمامين السيد رشيد رضا و الطاهر بن عاشور في التفسير بطريقة معاصرة و اعتنى أيضا بهذا الجانب لكن هو ذكر سورة نعم من المفسرين الكبار الذين اعتنوا عناية خاصة الآن ما تقدم كان يتعلق بوجود هذه النظرات في بطون كتب التفسير و تعرض المفسرين لنظم القرآن نعم لكن هناك من ألف فيه استقلالا أشهر هؤلاء العلام البقاعي الإمام برهان الدين البقاعي له كتابان تفسير موسع يسمى نظم الدرر نعم نظم الدرر و نظم الدرر يعني تفسير موسع و يعني هذا التفسير خاص بالعناية ب موضوعات السورة الواحدة و الترابط الذي يكون بين السور المتقدمة و المتأخرة بل إنه يعني يقارن في السورة الواحدة بين مطلعها و خواتيمها و أتى بلفتات رائعة جميلة له كتاب آخر اسمه مصاعد النظر يعني اطلعت على بعض أجزائه أما نظم الدرر فهو عندي و اطلعت عليه و أرجع إليه في الحقيقة هذا أيضا أي ذكر لكتاب الآن في هذا السياق لا تعني تزكية كل ما في الكتاب هناك يعني على سبيل المثال نظم الدرر في كثير من الروايات التي تساهل فيها كثيرا فيما يتعلق بهذا الباب حتى في أسماء سور القرآن الكريم و فيه بعض الجوانب التي لعله بالغ فيها قليلا فيما يتعلق بالتصوف و السلوك لكنه إجمالا جمع فأوعى فيما يتعلق بنظم القرآن الكريم و نظم السور و تناسبها و تناسب موضوعاتها في السورة الواحدة في هذين الكتابين في نظم الدرر و في مصاعد النظر الإمام نعم هو أشار إلى سورة البقرة على سبيل التمثيل نعم خير من بين وحدة الموضوعات و اتساقها و انتظامها في سورة البقرة هو الشيخ الجليل العلامة الدكتور محمد عبدالله دراز في النبأ العظيم نعم بعض المعاصرين من الذين يُعنون بتفسير القرآن الكريم و اللمسات البيانية فيه يقول هذا الكتاب لا أوصيكم بقراءته فقط هذا الكتاب أي كتاب النبأ العظيم للشيخ دراز أوصيكم بحفظه نعم بحيث يعني تحفظونه عن ظهر قلب لنفاسته لنفاسته وتركيزه نعم فهو ضرب مثالا الشيخ دراز في المقدمات الأولى في الكتاب أولا أثبت إعجاز القرآن و وجوه الإعجاز و رد على الشبهات المتعلقة بالقرآن الكريم لا سيما فيما يتعلق بالإعجاز و كشف وجوه هذه الإعجاز ثم ضرب مثالا بسورة البقرة باختصار محكم بيعني أتى بها فقرات إثر فقرات من يعني قطع اختار قطعا من سورة البقرة كله لكنه كان يختار قطعا قطعة قطعة من الآيات ثم يبين ارتباطها يبين موضوعاتها و ارتباط هذه الموضوعات بعضها ببعض من علماء الهند المسلمين الذين اعتنوا بهذا الجانب أيضا استقلالا العلامة نظام الدين الفراهي و كتب عدة أجزاء تحت عنوان نظم القرآن و نظام القرآن و طبعت هذه الكتب جامعة عليكرة و أيضا حصلت على هذه الكتب في البداية طلبت صورها منذ بضعة سنوات ثم وصلتني بحمد الله بعد صور يعني كانت كانت صعبة القراءة لتشتت أوراقها و عدم تجليدها لكنني حصلت على أغلب هذه الأجزاء التي كتبها و من مزايا من يكتب من العلماء المسلمين من غير العرب أن هذه الوجوه يعني تظهر لهم أكثر يتذوقونها أكثر لأن اللغة العربية عندهم أثمن و يتعاملون مع لغة القرآن بقدر من الإجلال و ينظرون إليها بنظرة لا مبالغة إذا قلت بقداسة لأنها لغة القرآن و هي جديرة بذلك فيكتشفون معاني لم يتعرض لها غيرهم مرة أخرى لا يعني أن هناك جملة من الملاحظات على تفسير و على ما ذكره العلامة نظام الدين الفراهي و لهذا لم يشتهر تفسير و بدأ في الانتشار و التوسع الآن و إلا ففي حقبة ماضية اتخذ منه عدد من العلماء مواقف ما كان ينبغي كانت مواقف متشددة لا سيما من المتعلقين بالتفسير بالأثر فأخذوا منه موقفا لأنهم يرجع أيضا إلى ما لدى غير المسلمين من كتابات يعني عند أهل الكتاب و عند غيرهم أيضا لكن الحاصل أن الكتاب فيه الكثير من الفوائد لأختم أطلت قليلا الغريب أن أيضا باحثا أو أستاذا جامعيا أمريكيا مسلما أيضا كتب في هذا الباب و كتابته قيمة و كتابه باللغة الإنجليزية لا أعرف إن كان قد ترجم مع أنه يتقن اللغة العربية و يلقي محاضرات باللغة العربية و اسمه الدكتور رايموند فيرل و طبع كتابه كتاب يعني صغير ليس بكبير لكنه أيضا يعني عمل صنع بحث في سور القرآن الكريم و موضوعاتها و يعني أظهر النظام الرائع في السورة الواحدة و بين مجموع سوري كتاب الله عز وجل بجداول و أرقام و تصنيف للموضوعات فكتابه مفيد قيم مفيد أيضا قد يحتاج إلى يعني على سبيل المثال هو يقتصر على ذكر أرقام الآيات أحيانا أو موضوع الآية فقط فالذي لا يرجع إلى الآيات قد لا يتذوق ما يشير إليه لكن الكتاب كما تقدم نافع مفيد إذن هذا الباب باب واسع و فيه مصنفات و مؤلفات موجودة في كتب التفسير أو أنها مصنفات خاصة مستقلة و هو مما يكشف حلاوة كلام الله عز وجل و يظهر لنا إعجازه و بيانه و يفتح أفاقا أيضا كثيرة للبحث و التعرف على القرآن الكريم و تعريف الغير به لأن هذا الباب أيضا يعني يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه و آله و سلم و أن البشر جميعا لا يستطيعونه و إنما هو من عند العزيز الحكيم سبحانه و تعالى يمين جزاكم الله خيرا من محاصن هذا السؤال أنه أعطانا قاعدة بيانات في التفسير المتعلقة بهذا الجانب شكرا لكم فضل الشيخ ندخل الآن في الأسئلة محمد طبيعة عمله عسف الموسيقى للجهة التي يعمل فيها يجد الآن في رمضان حرجا من أداء هذه الوظيفة يخشى أن تؤثر على صيامه فيسألكم التكسب بعزف الموسيقى بالآلات الموسيقية لا يجوز شرعا لأن الصحيح فيما يتعلق بالمعازف والموسيقى الحرمة لأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرضنا لها في أكثر من مناسبة تؤكد حرمتها فمن أجل ذلك يكون التكسب بهذا النوع من العمل ليس كسبا طيبا بل هو كسب غير مشروع و هذا لا يختصر على رمضان فنعم تتأكد الحرمة في رمضان نظرا لأنه متلبس بعبادة هذه العبادة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و لا صوم إلا بالكف عن محارم الله نعم يقول أيضا في من يرسل رابطا يتضمن قرآنا أو ذكرا و يجعله صدقة عن ميت معين و يرسله في الواتساب هل هذا من نوع الصدقات الجارية نعم لم لا طالما أن هذا الرابط هو رابط موثوق به و صحيح مأمون و فيه ما ينفع من ما يتعلق بالتفسير أو بالقرآن نفسه و يرسله إلى الناس فهذا عمل خير و صنع معروف فإن نوى به الصدقة عن ميت عنده كان من عموم الصدقات و الله تعالى أعلم عبد الله العبري يقول شخص كلف شخصا أعطاه مالا ليشتري له حاجة من السوق و بقي له مبلغ أعاده إليه لكنه حلف أن لا يأخذه و الثاني الذي كلف بالمهمة حلف أن لا يأخذه أيضا الآن لإثنان حلفا فما الحكم و لمن سيكون المبلغ أولا يعني هنا تنبيه يتعلق بهذا الإكثار من الحلف فربنا تبارك و تعالى يقول و لا تجعل الله عرضة لأيمانكم و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت و من أجل ذلك فإن المسلم ينبغي له أن يجتنب الحلف قدر المستطاع فلا حاجة له إلى أن يقسم يمينا بالله تبارك و تعالى و من باب أولى في مثل هذه الأحوال و المواضع لأنه سيدخل على نفسه و على غيره عنة و مشقة و حرجا الآن ننظر في المسألة نفسها المسألة الواقعة بينهما إن كان يقصدان الحلف لأن هناك قولا عند الفقهاء بأن قول الرجل لا والله بلا والله هو من يمين اللغو المعفو عنه لكن إن كان أو كان أحدهما يقصد اليمين فعلا فلم يكن ذلك مجرد كلمة بلسانه و لم يكن يمين لغو الذي قال الله تبارك و تعالى فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و فسر بأنه القول في مثل هذه الأحوال لا والله بلا والله و إنما كان عازما كان لتأكيد موقفه عقد ذلك اليمين فهذه في هذه الحالة يمين منعقدة و على أحدهما أن يكفر عن يمينه و أن يأخذ المال فإما أن يأخذه صاحبه الأول صاحب الذي أرسل غيره و يكفر عن يمينه و إما أن يأخذه الآخر الحاصل إن كان أحدهما فقط يعني أجرى هذه اليمين على لسانه يمين لغو لم ينتبه لها كان معتالا فهذا لا حاجة له إلى أن يكفر و لا حرج عليه فاليمين غير منعقدة إن كان الحال ملتبسا عليه فالأولى أن يعدها منعقدة و بناء على ذلك فالذي يأخذ المبلغ يكفر عن يمينه و الله تعالى أعلم و لا يعودا إلى مثل هذا أخ سيف يسأل عن رجل كبير في السن لا يستطيع أن يصل إلى الماء دائما و لا يوجد من يوفره له فهل له أن يتوضى أوضوءا واحدا لصلاتين نعم له ذلك و في الأحوال العادية للصحيح المعافى له أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض هذا الوضوء فأما إن كان يخشى الذي أفهمه من سؤاله إن كان يخشى أن ينتقذ الوضوء و أن يحدث على سبيل المثال أو أن يصيبه شيء من نواقض الوضوء و نظرا لظروفه التي ذكرها من أمراض و عجز و هو مقعد على كرسي و ليس عنده من يعينه ففي هذه الحالة يكون الترخيص له في أن يجمع الصلاتين فيتوضى و يجمع الصلاتين طالما أنه يجد مشقة بالغة في أن يتوضأ لكل صلاة و هو مبتلى بأمراض و علل تمنعه من الوضوء و ينتقض وضوءه ففي هذه الحالة يرخص له في أن يتوضأ ثم يجمع الصلاتين أما إن كان لا ينتقض الوضوء و فيمكن له أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من صلوات و الله تعالى أهلا يصلي الصلاتين طبعا تماما إن كان في وطنه يصلي تماما نعم أرجو من الإخوة أن يذكروني بسؤال الأخ جاسم لم أدركت الكتابة الأخ محمد الكندي يقول نعم نعم قيل شكرا لكم يسأل عن قام بجمع مبالغ من الطلاب في المراكز الصيفية أو من الناس عموما من أجل توظيفها في مكافأة الطلاب في المراكز الصيفية طبعا لأنه لم يستطيعوا أن يقيموا هذه المراكز فترة طويلة الآن فكيف يتصرف مع تلك المبالغ و الهدايا أيضا لا هناك عدة خيارات إما أن يسعى إلى حث الطلاب باستعمال هذه وسائل التواصل و وسائل الاجتماعات كما يقال عن بعد أو الافتراضية لمتابعتهم و إجراء المسابقات لهم في حفظ كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك في فرز المتفوقين منهم و يدفع إليهم هذه الهدايا التي جمعها فيجري ما جمعه من تبرعات على نفس الغرض الذي جمعها من أجله أو أن ينتظر إلى أن ترتفع هذه الظروف و الأحوال بإذن الله عز وجل وتعود حلقات القرآن الكريم على ما كانت عليه حضوريا في المساجد و في حلقات القرآن و تبدأ أيضا المسابقات و المنافسات في كتاب الله عز وجل ثم يوزع عليهم ما جمعه لهم أو أن يدفعها إلى من كان يقوم بذلك لا سيما إن كان في نفس البلدة أو أن كما قلنا أو أن يردها إلى المتبرعين فإن أخذوها فلا برئ الذمته و إن وجهوه إلى إنفاقها في وجوه أخرى فلا حرج في هذه الحالة لكن نرى أن إن لم يتأتى له أن يقيم هذه المسابقات أو الأنشطة المتعلقة بالقرآن الكريم عن بعد فليتريف إلى حين عودت الأمور إلى طبيعتها و ليدون على نفسه أن هذه الأموال المجموعة هي لهذه الغرض أو يستشهد عدلين على الأقل أن هذه الأموال التي في يده إنما هي لهذا الغرض والله تعالى أعلم ليس بالضرورة إذن أن تصرف لنفس الطلاب الذين كانوا في المركز يعني هو جمعها لطلاب مخصوصين لطلاب مخصوصين إذن كما تقدم أيضا يمكن أن أن طرحت عدة خيارات إما أن ينتظر إلى يعني أن ترتفع هذه الأحوال أو أن يتواصل معهم الكثير من حلقات القرآن الكريم بل الكثير من بحمد الله تعالى من الرجال والنساء حفظوا القرآن الكريم و عرضوه على أساتذتهم و مشايخهم باستعمال هذه الوسائط باستعمال هذه الوسائل المعاصر فلا ينبغي أيضا أن يدقه قره و إلا فلينتظر إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها إن شاء الله أم عبد الله كررت سؤالها عدة مرات تقول ما هو الحد الجائز لاستخدام الفواصل اللاصقة و القلب في القرآن الكريم خاصة لحفاظ القرآن الكريم و المهتمين بعلومه لتحديد المتشابهات و انفرادات القرآن و كتابة بعض الملاحظات البسيطة أما استعمال الملصقات فقد التي يمكن إزالتها بسهولة و لا تؤثر على المصحف فهذا يمكن التساهل فيه أما الكتاب على المصحف و التضليل فهذا فيه نوع من الامتهان بالقرآن الكريم بالمصحف الشريف مما ينبغي أن ينزه عنه فلو فتح هذا الباب لرأيت المصاحف ملأة بهذا التخطيط و بالكتابات و بالإشارات و الأسهم و الدوائر و المربعات و غير ذلك فمن أجل ذلك شدد أهل العلم فيما يتعلق و هذه المسألة ليست حديثة نعم هي مسألة قديمة أيضا فلذلك شددوا فيما يتعلق بالمصحف نفسه بأن يكتب لا سيما بما لا يمكن إزالته أو بما يؤدي إلى تشويهه و يعني ما يقلل من هيبته و إجلاله و توقيره إذ الواجب أن يُعامل كتاب الله عز وجل بإجلال و توقير و احترام و تقديس و أن يبتعد عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى امتهانه فلا يُعامل معاملة الكتب المدرسية التي تجد أنهم يملؤونها بمثل هذه الملاحظات و الله تعالى أعلم إذن وجود القرآن في الكتب المدرسية بهذه الطريقة لا بأسها هذه السور في الكتب المدرسية توجد في الكتب و أنا أصلاً لا أحبه حتى في الكتب لكن نقول نتحدث عن الصفحة التي فيها نعم المصحف و هذا هو محل السؤال و كذا الحال بالنسبة لإن كان في الكتاب المدرسي مثلاً نص من القرآن الكريم فلا تكون الكتابة فيها النص الهوى مش إن كان ولا بد نعم نعم يزاكم الله خير شكراً جزيلاً لكم أعزائنا الكرام نشكر و إياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بالنبهان الخروصي و مساعد مكتل عامل السلطنة أشكركم أيضاً على أشهدتكم و تواصلكم ألقاكم غداً بإذن الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته